الكوارث الطبيعية هي أحداث قوية ومدمرة تحدث في الطبيعة مثل الآصير والزلازل والبراكين تتسبب هذه الكوارث في تدمير كبير للبنية التحتية والممتلكات وتؤثر أيضا على حياة الكائنات الحية ويهدف العلماء والمسؤولون إلى فهم هذه الكوارث والتحضير لها والحد من الأضرار التي يمكن أن تحدثها وسيقتصر حديثنا اليوم على الزلازل والبراكين أولا الزلازل تعد الزلازل من الكوارث الطبيعية الخطيرة والمدمرة كما ذكرنا سابقا وتعرف الزلازل على أنها عبارة عن هزات أرضية قصيرة وسريعة ومتتالية تضرب سطح الأرض بسبب تصادم الصفائح الأرضية كما يوجد مقياس خاص للتعبير عن قوة الزلزال يطلق عليه مقياس رختر الذي وضعه عالم الزلازل الأمريكي رختر عام 1935 ميلادي وفي هذا المقياس درجات متعارف عليها عالميا توضح كل درجة الآثار الناجمة عنها فعلى سبيل المثال عندما تكون قوة الزلزال أقل من 3.5 تشعر به أجهزة قياس الزلازل فقط ولا نشعر به نحن البشر أما عندما تكون درجة الزلزال بين 3.5 إلى 5 درجات يشعر به الفرد وتتأرجح الأشياء المعلقة كما تتمايى للأشجار أما إذا كانت درجة الزلزال وقوته من 5 إلى 6 درجات فتتشقق جدران المباني وتتهيأ للسقوط والانهيار لذلك يا استقائي علينا أن نبتعد عنها وتنهار المباني وأخصان الأشجار عندما تكون درجة الزلزال من 6 إلى 7 درجات حسب مقياس رختر بينما تنهار الجسور وتتكون تشققات في الأرض عندما تكون قوة الزلزال من 7 إلى 8 درجات وفي حال كانت قوة الزلزال أكبر من 8 فيكون الزلزال قد أدى إلى دمار شامل والآن يا أصدقائي ما هي مراحل الاستعداد لمخاطر الزلزال؟ أولا يجب أن يكون لدينا مصباح يدوي ومذياء صغير وبطاريات إضافية وهاتف نقال أيضا حقيبة إسعاف أولية وطفاية حريق وأهم من ذلك تخزين كمية من المياه والمواد الغذائية خارج المبنى تكفي الأسرة لمدة أسبوع على الأقل أيضا علينا إيقاف أجهزة التدفئة والتبريد عن العمل والابتعاد عن النوافذ والمرايا وأي أشياء زجاجية عند النوم والاتفاق مع أفراد الأسرة على خطة معينة للالتقاء معا بعد توقف الزلزال وعندما نتحدث عن أقوى الزلازل سيتبادل في أذحاننا حتما الزلزال الذي ضرب ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية عام 1906 التي بلغت قوته 8.2 وذهب ضحيته 700 نسمة ماذا نفعل في حال حدوث الزلزال؟ علينا أولا الإنحناء للأسفل والاختباء تحت أثاث قوي كالطاولة والتشبث به جيدا سننتقل الآن للحديث عن البراكين تعتبر البراكين واحدة من الظواهر الطبيعية المثيرة للإعجاب والتي يمكنك مشاهدتها في هذا الكون ولكنها في الوقت نفسه الأكثر خطورة ويعرف البركان على أنه اندفاع المادة المنصهرة والمفتتات الصخرية والرماد والغازات الحارة من باطن الأرض إلى السطح عبر شقوق في القشرة الأرضية وفوهة على سطحها تتكون المواد البركانية من الحمم والصهير والحمم البركانية هي كتل صخرية شديدة الحرارة تقذفها البراكين أثناء ثورانها أما الصهير فهي مواد بركانية ذائبة تخرج من فوهة البركان وتنساب على سطح الأرض تتوقف أشكال البركان على طبيعة المواد البركانية ودرجة حرارتها أثناء الثوران فعندما يكون صهير البركان لزجا ودرجة حرارته تصل إلى 700 درجة سيليزية فهذا البركان يصنف على أنه بركان مخروطي أما إذا كان صهير البركان مائعا ودرجة حرارته تصل إلى 1000 درجة سيليزية فهذا البركان يصنف على أنه بركان غطائي ويوجد الآن حوالي 500 بركان نشط حول العالم ومن أخطر هذه البراكين بركان مونت بيلة في فرنسا الذي ذهب ضحيته حتى الآن 30 ألف نسمة بركان كارا أكاتوا في إندونيسيا الذي بلغت ضحاياه حتى الآن 36 ألف وأربعمائة نسمة بركان سانت هيلين في الولايات المتحدة الأمريكية والذي ذهب ضحيته 61 نسمة وبالرغم من الأخطار التي تترتب على ثوران البراكين إلا أن للبراكين فوائد قد لا يدركها البعض فهيا يا أصدقائي نتعرف على فوائد البركان ينتج عن تحلل وتفتت المواد البركانية تربة غنية بالمعادن خصبة صالحة للزراعة كما تحتوي الصخور البركانية على معادن ثمينة كالذهب والنحاس والنيكل كما أن صخورها الصلبة تصلح للبناء ورصف الطرق أيضا تظهر قرب البراكين عادة ينابيع المياه الساخنة التي يشكل بعضها مصدرا للطاقة المتجددة التي تستخدم في توليد الكهرباء وتدفئة المباني بالمياه الساخنة كما هو الحال من يوزلندا وآيسلندا واليابان ونظرا لما تتميز به المناطق البركانية من مناظر طبيعية جميلة وينابيع المياه الساخنة فإنها تعد من مناطق الجذب السياحي ورغم مشقة الطريق إلا أن السياحة من جميع أنحاء العالم يمشون كل تلك المسافة آملين أن يخوضوا تجربة مشاهدة الحمام البركانية المتدفقة من أحد براكين آيسلندا أصبحت باردة وكأن البركان لا يريد التصرف كيفما يرغب السائحون وكأنه يخبرهم أن يبقوا على مسافة آمنة وأن لا يخاطروا في الاقتراب يمكنك أيضا أن تستقل هيريكوبتر إذا رغبت في النظر إلى فوهة البركان بشكل أوضح عندها تستطيع رؤية مشاهد رائعة للغاية لكن حتى بدون النظر إلى فوهة البركان يأتي المزيد من السائحين كل يوم إلى بركان جرين دافك في آيسلندا ولقد قرى هنا إنشاء ساحة لوقوف السيارات مقابل رسوم ومرافق صحية ومطعم ولكن هناك أمر غريب بشأن ملكية هذا البركان فهو ملكية لشخصان بعد أن كان ملكا للطبيعة البركان ملكية خاصة يملكه شخصان وبمتوسط ثوران بركاني واحد كل أربع سنوات يعيش الأيسلنديون تحت التهديد الدائم بكارثة مدمرة ففي عام 2021 على بعد حوالي 30 كيلومتر جنوب غرب العاصمة انفجرت الصخور المنظهرة فجأة من الصصح ثم أضاءت نوافير الحمام البركانية سماء الليل فقد استيقظ البركان الذي كان خامدا لحوالي 800 عام ولم يكن الثوران حينها شديد الانفجار فقد وقع كل هذا على بعد 10 كيلومتر من أقرب بلدة لذلك كان الجميع بأمان حتى أن الكثير حضروا لرؤيته عن قرب ولكن كانوا حذرين للغاية لأن الحمام البركانية تحرق كل ما يعترض طريقها ولكنها أيضا السبب في ظهور أكثر الأراضي الزراعية خصوبة كما ذكرنا سابقا وهكذا يا أصدقائي نكون قد أتممنا حديثنا عن أهم كارثتين طبيعيتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته